اهلا بكم من جديد في وراء الحدث اتفق المشرعون الفرنسيون ان الشلطة ستتمكن من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والاجهزة الاخرى يأتي ذلك في اطار مشروع قانون اوسع لاصلاح العدالة بينما تعارض احزاب اليسار بند التجسس على الهواتف المحمولة تثار التساؤلات بشأن تداعيات هذا القرار في ظل الاتهامات الموجهة للحكومة الفرنسية بالتعدي على الحريات الاساسية هل تتخيل ان هاتفك قد يتحول يوما لجهاز مفتوح امام الشرطة قد يحدث ذلك بالفعل لكن في فرنسا حيث بات بمقدور الشرطة الفرنسية التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والاجهزة الاخرى بعد مصادقة النواب باغلبية ثمانين صوتا مقابل اربعة وعشرين على هذه المادة الرئيسية من مشروع قانون البرمجة للعدالة فرنسا بحاجة للاستعانة بالقضاء دائما لذلك نحن بصدر مناقشة مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة فيما يتعلق ببند السماح للشرطة بالولوج إلى أجهزة المشتبه بهم فإنه سيؤثر على عشرات القضايا سنويا كما أنه سيساهم في إنقاذ حياة الناس بند التجسس تعرض لهجوم من قبل أحزاب اليسار بينما ارتفعت الأصوات المنددة بهذا المشروع خاصة من قبل المنظمات غير الحكومية والمحامين معتبرين أن هدف القانون المثير للجدل قد لا يتناسب مع الإجراءات التي تتضمن بنوده فضلا عن تشكيله تهديدا صريحا للخصوصية الفردية موضوع الذي يسمح لشرطي برؤية هاتف لشخص هو موضوع قضائي لأنه لا يسمح لأحد أن تتعدى على حريتك الشخصية إلا بقرار قضائي صحيح بعض المحامين بفرنسا نجحوا في إبراز هذا الموضوع وخسرت الدولة أمام بعض الأشخاص لأنها تعدت على ما زميه حقوق حق المواطن بالخصوصية والهاتف هو خصوصية الإجراء سيتيح تحديد الموقع الجغرافي المشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعال متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح وسط مخاوف وانتقادات تمت موافقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون البرمجة للعدالة فيما ذهب كثيرون لاتهام الحكومة الفرنسية بالتعدي على الحريات الأساسية وانزلاق نحو أمن قاسب على الدين صلى الله القناة الغد باريس نفتح نقاشا في هذا الموضوع وأرحب بضيفي من باريس أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون خالدون نبواني ومن باريس أيضا المحامي والعضو في حزب النهضة الفرنسية السيد زيد العظم أهلا بكم معنا عبر شاشة الغد سيد النبواني لماذا الاعتراض بداية على مشروع قانون البرمجة للعدالة والذي تقول الحكومة إنه يأتي في سياق تطوير هذه المنظومة وحماية المواطنين أهلا بك عزيزي وبضيفك الكريم وبمشاهدي الفناة الغد يعني هذا القانون من شأنه يعني أن يقلص الحريات أن يسمح بانتهاك الخصوصيات الشخصية المقدسة في الأنظمة الديمقراطية التي تهتم بالحريات الفردية وبالخصوصيات مثل هذه الحريات مثل هذا القانون يمكن أن يكون اعتداءاً تلصصاً قد يكون له مبرراته ومسويغاته وهناك تأكيدات من قبلنا على سبيل مثال وزير العدل بأنه يعني سيكون هناك بإشراف القاضي ولكن مثل هذه التوسعة توسعة مثل هذا الموضوع عدم احترام تلك الخصوصيات بمعنى أنه قد لا يقصر فقط على المجرمين قد ينتقل إلى الخصوم السياسيين وإلى ما هناك نعرف السياسة يعني فضيحة فولتر جيت التي أضحت في نيكسون كانت بشكل أساسي هي أيضاً فضيحة تجسس هناك أيضاً فضاح تجسس التي اكتشفت في عهد أوباما على مجموعة من رؤساء الدول هناك نظام بيغازوس الإسرائيلي أيضاً الذي كان بشكل أساسي يتنصد على مجموعة من الأهداف منهم معارضين وبالتالي مثل هذا الباب إن فتح يصعب إغلاقه ورغم كل ما يمكن أن يكون هناك يعني ضوابط وتحذيراتها تمام سيد العظم ما رأيك يعني في ضوء ما يذكره السيد النبواني كيف يمكن تخيل أنه الهاتف المحمول يصبح متاحاً للأجهزة الشرطية أين الحقوق الأساسية التي تنادي بها فرنسا دوماً؟ مساء الخير عزيزي لك وللسيد الضيف وللسادة المشاهدين في البداية لا بد من الإشارة إلى أن حق إلى أن إمكانية أن تقوم الشرطة بالتعقب والتنصط على مكالمات المطلوبين قضائياً من المشبوهين قد جاء بعد قرار برلماني بمعنى أن حق الشرطة الآن في تعقب هواتف المطلوبين لم يتم من خلال قرار حكومي فردي فلو كان هذا قد حصل كنا قلنا بأن الحكومة فردت في قرارها في قرارها وهذا قرار سياسي أو مسياس لكن أولا وأن القرار قد صدر من البرلمان السلطة التشريعية والسلطة التشريعية من المعروف أنها أم السلطات إذن أصبح هذا القرار شرعي وإذا كان لدى البعض أي إشكالية فباب المجلس الدولي سيد العظم حتى لو كان ذلك مخالفاً لمفاهيم الدولة الفرنسية لدستور هذه الدولة والتي تنادي كما قلنا بإعطاء الحريات ليس مخالفاً سيد العزيز سيد العزيز ليس مخالفاً لأنه إذا عدت إلى القرار القرار يقول بشكل واضح أي شخص مشبوه أو أي شخص محكوم عليه أو ملاحق بجريمة الحد الأدنى من العقوبة خمسة سنوات يمكن للشرطة الفرنسية ويمكن للأجهزة المختصة أن تقوم بتعقبه هذا القانون عزيزي لم يأتي بشيء جديد لماذا؟ لأنه في فرنسا وفي كل الدول الأوروبية هناك مبدأ الأسوارة الإلكترونية التي توضع على يد المشبوهين فهذا القانون لم يضف شيئاً جديداً مسألة تسييسه والانتقال إلى ووترغيت هذا للمستقبل هذا لا نعلمه وإذا ما تم يمكن للأطراف الأخرى ويمكن للمتضررين رفع دعاوي على الحكومة لكن الآن نحن أمام قرار صادر من البرلمان الفرنسي بمعنى أننا أمام قانون أمام تشريع سيجنب فرنسا والفرنسيين الكثير من المشاكل أو كثير من انعكاسات الأعمال الإرهابية لأنه فقط وبيع جالة في الجريمة الكبرى التي هزت فرنسا في تشرين الثاني 2015 بالتأكيد أتحدث عن جريمة باتاكلان كل التقارير الأمنية تشير فيما أن لو كانت السلطات الفرنسية لديها القدرة في الولوج إلى أجهزة مطلوبين ومشبوهين بجرائم إرهابية كان من الممكن تفادي هذه الجريمة سيد النبواني أنتقل لك ما رأيك فيما طرحه السيد العظم؟ هناك قانون أقر في البرلمان وهذا سيعطي صلاحية للشرطة بملاحقة الذين يتورطون بأعمال إرهابية مثلا أو الذين يرتكبون إخلالا بالقانون الفرنسي وبالتالي يتم تأمين فرنسا من أي عمليات مثلا إرهابية أو جنح أو ما إلى ذلك فقط للفضيحة فعلا الأمر جاري بعمليات التنصط على سبيل المثال على المجرمين وهو متعارف عليه وهو قانوني في فرنسا التنصط على المجرمين بمعنى أن يتم الاشتباه بشخص ارتكب جريمة معينة يمكن للجهزة الشرطة التنصط على مكالمتي وهو أمر معمول حتى ما قبل اختراع الأجهزة المحمول كان يتم التنصط على وهو أمر قانوني وفقا للمجرمين العقب المجرمين ووضع مجسات في سياراتهم على سبيل المثال أو في ملابسهم لضبط حركتهم أيضا كان معمولا به وهذا ما أشار له بشكل واضح وزير العدل في دفاعه عن القانون ولكن كان يقول أن مثل هذه العمليات تحتاج إلى انتقال فيزيائي للشخص أن يذهب والشرطة أن تضع مثلا جهاز تعقب سيارة على سبيل المثال أو تنصط في الملابس يعرض هذا الأمر للشرطة للخطر الخطير في الموضوع هذا أنه الآن مسموح فتح الكاميرا مسموح يعني هناك أشياء الآن عن بعد وكان الأمر يتم تخصيصه هناك مجرم يتم تخصيص هذا الموضوع الآن الكل يمكن أن يقع فريسة مثل هذه الجرائم هناك قضايا أيضا في فرنسا مخيفة وهي يعني تضييق هناك تحول نحو الدولة الأمنية بشكل أو بآخر وبخاصة في عهدة ماكرون وبالتالي مثل هذه الأمور يعني تبدو معززة بحجج منطقية وبدوافع أساسية وهي ملاحقة المجرمين والإرهابيين وأصحاب السواب نعم سيد النبواني في ضوء ما تذكر هناك حديث عن خطورة يمكن أن تلحق بالمواطن العادي الذي لمجرد الاشتباه به يمكن التنصت عليه وأيضا هناك دلالة وقتية ربما حسب معارضي هذا القرار بأنه جاء في ظل حالة احتقان بعد إعطاء صلاحيات أكثر للشرطة الفرنسية بالتعامل أمنيا وبقوة مع المواطنين في فرنسا والمهاجرين ومقتل الشاب الجزائري من أصول جزائرية نائل مكروحة لي السؤال عزيزي نعم سيد النبواني نعم بشكل واضح حتى أن هناك تعزيزات أمنية الآن تحاول مثلا فرنسا بشكل واضح تعقب أولئك الذين دعوا إلى القيام بعمليات حرق وإلى ما هناك يحتاج مثل هذا الموضوع طبعا وهنا صدمت فرنسا يحتاج هذا إلى موافقة يعني مثلا هناك سناب شات وهناك واتس أب مثل هذه البرامج لا تدار من فرنسا شركاتها تقع خارج فرنسا تتقدم فرنسا بمثل هذا الموضوع بطلب وقد ترفض الشركات لماذا قد ترفض الشركات؟ لأن الكثير من البلدان لا تتعامل بهذه الطريقة الفوليسية لا تستخدم نظام التجسس وبالتالي مثل هذه القضايا في الكثير من البلدان مرفوضة لكن مع فرنسا يبدو أنها اتخذت خطوة جريئة كثيرا وهذا ما يفسر رغم أن الموضوع قانوني نعم ولكن ليس كل ما هو قانوني عادل يعني الآن تم أقراره في البرامج ولكن الخطير الآن ليس فقط المواطنون العاديين الذين يتم التجسس عليهم نحن يتم التجسس علينا في العالم عبر كل شبكات التواصل الاجتماعي وإلى ما هناك ولكن الخطير هنا أيضا أن يستخدم لغايات سياسية يستخدم مثلا لأن تتنصت على معارضين سياسيين أحزاب مختلفة تعرف قطاتهم تحاول لقاع بهم تضبط عليهم أشياء من أجل أن تبقى أن توهي إلى ما هناك نعم ابقى معنا سيد النبواني سيد العظم ليس كل ما هو قانوني عادل هكذا يقول السيد النبواني وهناك من يقول أنه لمجرد الاشتباه هل يمكن لهذه الحرية الشخصية التي منحها لي القانون والدستور أن يتم التنصت علي على هاتف المحمول على الكاميرا على الميكروفون على الجي بي اس وغيرها من الأشياء التي تعتبر خاصة بالمواطن الفرنسي عزيزي فقط سمعت نقطة أوردها الضيف وهو أن بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تتعاون مع الدول لأنها لا تريد الدخول بالمسائل البوليسية أعتقد لا أنا ولا ضيف مهندسين اتصالات ولكن أنا أستطيع أن أقول لك بأن تطبيق جوجل وتطبيق متا مرفوع عليهم دعاوي قضائية والاتحاد الأوروبي غرم كل من جوجل ومتا بأكثر من 200 مليون دولار لأنه بفترات الانتخابات هاتين المنصتين تقوم تقومان ببيع بيانات للناخبين لعديد من الأحزاب السياسية لا أريد الدخول بهذه النقطة لأنني لست لا أنا ولا ضيف مهندسين تقنين للدخول فيها النقطة الثانية عزيزي وهي الأهم أنت تتحدث أنت تسألني الموضوع الحرية الشخصية فيما لو كان قانون الأمس الذي صدر من البرلمان الفرنسي سلطة تشريعية سيطال جميع الناس لكن أما وأن الموضوع سيطال المجرمين المجرم يا سيدي أو المشتبه عندما يرتكب جريمة فهذا يتيح للدولة حق التعقب مسألة أخرى سأقوله لك وهذا من باب الطمأنة ما يدعو للطمأنة هو أن الحكومة الفرنسية والبرلمان الفرنسي كشف عن هذا الموضوع علانية لو أن الحكومة الفرنسية وهي تستطيع بالمناسبة فنيا الحكومة الفرنسية تستطيع أن تتعقب أجهزة وهواتف الجميع لكن عندما تكشف هذا الموضوع إذن هي تريد شرعنة الموضوع وطمأنة الناس لكن هل ذلك يعطي الحق للشرطة بالتنصت وممارسة هذه الأعمال هناك من يقول أن فرنسا باختصار تذهب إلى منظومة الأمن القاسي في هذه المرحلة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى التجسس على كل المواطنين يعني ليس هناك ضامن بأن لا تتجاوز الشرطة لصلاحياتها حتى لو أقر ذلك في البرلمان الفرنسي كيف ترد؟ يبدو عزيزي من يقول هذا الكلام لم يقرأ نهائيا قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسية قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص بشكل واضح بأن للشرطة الفرنسية كامل الحق في تعقب من تراه يهدد سلامة الأمن الوطني سلامة التراب الوطني حتى في بيته؟ علينا أن نفرق بين بولست نعم سيدي العزيز الشرطة الفرنسية يمكنها أن تقتحم البيت إذا ما كان الفاعل مجرم وهذا ليس فقط في فرنسا في كل دول العالم كل دول العالم إذا كان هناك هنا أقول مشتبه به يعني ارتكب جرم حد أدنى من عقوبة هذا الجرم خمس سنوات دون موافقة خضائية سيد قانون الأمس العظم سيدي هو موافقة قضائية سيدي العزيز قانون الأمس قانون الأمس سيشرع مسألة تعقب الهواتف من خلال الموافقة القضائية وكلام وزير العدل اليوم الأمس كان واضحا بأنه لن يتم تعقب أي شخص إلا بالموافقة القضائية أما مسألة التنجيم وأخمن هل يمكن للحكومة أن تتعسف وأن تستخدم هذا الإجراء لمتابعة المعارضين السياسيين هذا من باب التنجيم أتركه للمستقبل إذا ما حصل وقتها يمكن لأي شخص متضرر أن يقوم برفع دعوة قضائية على الحكومة ولكن حينها يكون ما جرى قد جرى كما تابعنا مع الشاب من أصول جزائرية نائل الشرطة استخدمت هذا القانون والتعديلات القانونية وهو مشرعا سيدي العزيز وهو مشرعا استاذي العزيز أنا لا أدافع الآن عن الشرطي أنا لا أدافع الآن عن الشرطي أنا أقول لك إن إطلاق النار على المخالف منصوص عليه في قانون 2017 لم يأتي به الشرطي من عنده الشرطي نفذ القانون لكن تنفيذه للقانون كان بشكل خاطئ أو ربما كان بشكل متسرع لكن إطلاق النار مشرعا في قانون 2017 وعندما أقول قانون 2017 يعني قانون صدر عن السلطة التشرية وعن البرلمان وليس قرار حكومي أو قرار من وزير الداخلية سيدنا أبواني ما رأيك؟ كيف ترد؟ قانون 2017 أولا هو أيضا قانون أثارة إشكالية جاء بعضا قتل شرطي وبالتالي تم توسيع صلاحيات الشرطة وهو موقوع ذو أخذ ورد ولكن مثلا قبل أن نتحدث عن أن يكون شخص لا يحتاج شخص أن يكون مهدس اتصالات حتى يعرف قضية تحدثت عنها كل الصحف الفرنسية والتلفزيون الفرنسي يكفي الشخص أن يتابع ويرى كيف تقدمت فرنسا وكيف كانت الردود وهي ليست المرة الأولى يعني أنا لا أعرف الضيف ولكنه سبق التقيت به وأشكر طموحه وسعيد به ولكن أحيانا يصبح الشخص ملكي أكثر من الملك وأحيانا الطموح السياسي قد يجعلك تبرر أي شيء هناك أيضا مغالطة ذكرها الضيف لا يحق للشرطة ترقب من أيا كان لو حصل هذا لكان هناك مشكلة وأصبحنا في دولة بوليسية الشرطة ليها الصلاحية أنا لم أقل أي أن كان عزيزي أنا قلت من صدر بحق حكم قضائي وهناك أيضا نقطة أخيرة أنه نعم كان هناك قبل القانون هذا الأخير الذي تم أقراره كانت يعني يتم السماح لتعقب الشخص الذي عليه يعني يمكن أن يحجز أو يسجن لمدة خمس سنوات الآن تم تمديد هذه المدة إلى عشر سنوات تمام ما مألات هذا القانون سيد النبواني على الداخل الفرنسي وهل بالفعل فرنسا ماضية إلى كما يتم الحديث الانزلاق إلى الأمن القاسي يعني مرة أخرى نحن في بلد قانون بمعنى أنه لا شك أن هذا القانون لا يمكن يعني حتى حينما يتم تمريره هناك صحافة نشطة حضرة الكثير من السياسيين تم كشفهم عبر الصحافة هناك دعاوة رفعت ضد الدولة وتم كسبها من قبل أشخاص بالتالي هنا لا تستطيع الدولة فعلا الحراك كثيرا ولكن من يراقب الشرطة؟ بمعنى أننا سنحتاج إلى شرطة لمراقبة الشرطة وهنا ندخل في دوامة غير مضمونة النتائج ولكن مع ذلك قد أيضا يكون هناك يعني أشياء إيجابية لهذا القانون نعم هناك إرهابيين لو تم تعقبهم يمكن يعني إيقاف بعض عمليات الإجرام وإلى مهنلك لكن الخوف مرة أخرى من هذه الخطوات التي تتخذها لهم هناك يمين متطرف يعني يفرض أجنتته حتى لو ليس في رأس السلطة ولكنه يدفع السلطة بضغوطات معينة إلى مجموعة من الإجراءات التي تأخذها ماذا يعني ذلك؟ مثلا موضوع الأمن موضوع المهاجرين وبالتالي سيكون هذه المراقبة بشكل كبير الآن على القادمين على الوافدين على المهاجرين بشكل أكثر بكثير من كل الفرنسيين وبالتالي هنا يعني مثل أي قانون يمكن أن يحقق اللا عدالة باسم العدالة تمام سيد العظم هناك يمين متطرف يدفع السلطة لاتخاذ إجراءات ذكرها السيد النبواني وهذا يدفع إلى مرحلة اللا عدالة تحت غطاء القانون هل يمكن أن تصل فرنسا إلى هذه المرحلة؟ تمام عزيزيو لكن دعني أوضح أنه عندما أتحدث عن قناعاتي وأوضح للمشاهدين مشاهدين قناة الغد عن قانون أصول محاكمات الجزائية لا أتحدث طبعا بمنصب سياسي كما قال الضيف النقطة الثانية أيضا الضيف اجتزق كلامي ووضعه في غير مضماره أنا لم أقل أن الشرطة الفرنسية تستطيع أن تتعقب من تريد أنا قلت الشرطة الفرنسية تستطيع أن تتعقب من يكون يشكل ضرر على الأمن الوطني الفرنسي بعد قرار السلطة القضائية وهذا بالضبط روح قانون أمس الذي صدر عن السلطة التشريعية الآن سؤالك عزيزي للأمس يوم للأسف يوم أمس قرأت أحد الإحصاءات بصحيفة لوفيغارو الفرنسية يقول بأن سبعين بالمئة من الفرنسيين باتوا يتخوفون من المهاجرين وباتوا يتخوفون من اللاجئين وهذا بالضبط أفضل هدية قدمت لمارين لوبين أفضل هدية قدمت لإيريك زمور يعني أتصور أن زمور ولوبين ومن لف لفهم عندما شاهدوا مناظر التخريب والحرق كانوا بمنتهى السعادة لماذا؟ لأن كل التضليلات وكنظريات الاستبدال الكبير التي تحدثوا عنها لسيما زمور الآن يرونها بأم أعينهم يرون ويسوقون بأن المكسرين والمخربين هم أجانب علما أن وزير الداخل الفرنسي جيرال درمنان ضحض هذه الأقاويل قائلا بأن 90% من الذين تم توطيفهم بسبب أعمال الشغب هم فرنسيون وليس أجانب نعم اليمين المتطرف الآن يقوم باستثمار الأحداث يقوم بكل انتهازية وبكل خطاب شعبوي من أجل أن يصور للناس بأنه لديه الحل السحري وبالمناسبة لا أحد لديه الحل السحري ورأينا بالنموذج الإيطالي بأن ميلوني كانت تقول انتخبوا اليمين المتطرف لدينا الحل السحري من أجل إيقاف الهجرة واللاجئين ولكن ما زلنا نرى بأن قوارب الهجرة واللاجئين تأثي إلى إيطاليا أكثر من ذي قبل من باريس المحامي والعضو في حزب النهضة الفرنسية سيد زيد العظم شكرا جزيلا لك ومن باريس أيضا كان معنا أساذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون السيد خلدون النبواني شكرا جزيلا لكم انتهت حلقة وراء الحدث شكرا لكم على كرم المتابع هذه تحياتي أنا حازم زميلي دوما في أمان الله